شهد أسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب ورياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس لجنة الأولمبية البحرينية مساء اليوم في صالة الاتحاد البحريني لكرة اليد بأم الحصم المباراة النهائية لبطولة السوبر البحريني الإماراتي لكرة اليد بين فريق نادي النجم البحريني وفريق نادي الشارق الإماراتي فاز فريق نادي النجم البحريني على شقيقه فريق نادي الشارق الإماراتي بنتيجة 24-27 وهن أسموه فريق نادي النجم البحريني بمناسبة فوزه في النصحة الخامسة من السوبر البحريني الإماراتي وهي البطولة التي تعتبر إحدى صور العلاقة الأخوية الوطيدة التي تجمع مملكة البحرين بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والتي يحرص حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعدم حفظه الله ورعا وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على مواصلة تنميتها وتطويرها أشهد سموه بالتعاون بين اتحادي كرة اليد البحريني والإماراتي وجهدهما في إقامة البطولة كما نوها بالمستوى التنافسي والروح الرياضية العالية التي ظهر بها الفريقان خلال المباراة وما قدماه من أداء متميز وتوجه سموه فريق ندي النجم البحريني بطل السوبر البحريني الإماراتي ومجددا سموه التهنئ للفريق بجميع لاعبي والجهاز الإداري ترجمة نانسي قنقر